اووو تخليني هلأ بسب يعني كان عندي مثل الكلف ورحت لحبيه طبيبة في الامارات يريت نقدر اسماعشان الناس ما تقدر تروح لا بس بعد عبد زاوي المهن لليور للأسف قضيتها لا ليش اااااااااااال כיني كنت وقتا ساكنة في دبي وبعدين تركت وجيت على البحرين ما إلي جلد ومحامة وروح وارجع ما لي جلت فقلت ربي انا اقتص منها ان شاء الله يوم القيامة غلطت غلط عظيم يعني انا رحت عشان كلف انا اشرح القصة عشان كمان ناس تستفيد قالت لي بحط لك فيلر انا عمري في حياتي مني حاطة فيلر بحط لك فيلر تحت يعمل ستريتش للجلد بتروح هايدي التاش غلينا نقول بالفعل حطت لي فيلر بعدها بشي 6 month 7 month رحت لها عم بيعملوا هيك مثل الدناقية كور هيك جوات الجسم قلت لها دولة قلت لي لا ماكو شي عراقية ماكو شي كل شي ماكو مدرقاش ومدرقاش واني همينة شوفي قيسيوها قلت انا اوكي بعدين دايقتني حسيت انه في جسم غلط يعني جيت عالسعودية وانا مو تحيز بس انا عندي ثقة بالطب السعودي لانه احس انه كني قاعدة مع واحد اخواني كني قاعدة مع واحد اختي ما حد يغلطوا يعني ما حينصبوا علي هلا فيه في نصف كل مكان يعني بس انه عندي جروب اعرفهم هنا من الاطباء رائعين مهم رحت للدكاترة وعمل وخلصنا القصة هايدي ما بدي اطول عليك مختصر مفيد قالولي يا انه نفتح لك وجك تنشيلة لانه صار عندك تليف يا انه بنسحب لك ياه طبعا انا خلاص النفسية صارت زفت اوكي استخرت انا قلت لهم افتحولي شيلوها بس بعمل قلولي افتحولي من هون وهيك كتير يعني huge operation قلت لهم اوكي رحت للبيت استخرت وفي واحد من الدكاترة قال لي اذا ما بدك تفتحيها بسحب لك ياهن بالقبر طلعت حاطت لي filler دائم which is really bad نوعية سيئة بعد الاستخار حسيت اني انا ما بغاء ساوي العملية بالفعل دخلت متاهات ما يعلم فيها لرب العالمين six month or eight month وانا يسحبوا لي filler سحبت تقريبا او سحب لي يا دكتور احمد 70 60% مازال موجود بس يعني قالوا لي يشكل خطر اذا شلنا او كذا الا لازم تعملي عملية كبيرة يعني رحت كوريا رحت نيويورك رحت لوس انجلس رحت كل مكان قالوا لي اشياء كثير انه نسوي 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 قلت انا خليني اضربع صفرين بحجر بس حس حالي انه بدي اعمل lifting بعملها لانه هيك هيك الفتحة نفسها بحكيك انا بكل صراحة يعني وبس عملت lifting نا ما عملت بعدني بعدني شوفني مع الاية ايبدا بديك تعملي lifting ما بعرف حاسة انه لسه عمالي محتاجه lifting بس مدايقيني يا دول مدايقيني لانه اوقات بس يصير عندي غريب او مثلا انصدع او شي التهاب في الوجه بيصير inflammation بينتفخوا فمدايقيني كتير ليش المرأة بتدخل بدوامة التجميل ليش المرأة ليش ليش صار الكلمة لاني حمارة هبلها لشو رحت الحكيم يعني لما رحت لها رحت على اساس جلدية مش رحت تجميل يعني انت متخيل الى الان انا ما عملت شي في حياتي انه وجي تجميل الا هيدا الشي ودخلني في متاهة ثانية اشتركوا في القناة